أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيدُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَا كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمَّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعَقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم في هذه الآيات المباركة من سورة يونس عليه السلام فصل واضح جلي لما كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجابهة المشركين في مكة وفي الجزيرة العربية عموما وصلنا إلى هذه الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه تلوناها في الليلة الماضية ويمكن لم نكملها الجهل أحد الأسباب في عدم قبول الحق العقلاء عادة في كل أمورهم سواء الفكرية العقائدية العملية الاجتماعية الأسرية كل شيء يفكرون قبل أن يقبلوا أو لا يقبلوا هذا ديدن العقلاء ويفكرون في تأويله تأويله يعني شنو؟ يعني عاقبة أمره هل هذا العمل الذي أقوم به عاقبته سيئة أم حسنة هذا ديدن العقلاء ومن ديدنهم وعادتهم أنهم يصبرون عندما تلقى عليهم فكرة عندما تلقى عليهم فكرة يصبرون إلى أن تنتهي إلقاء الفكرة هؤلاء في مكة بمجرد أن كانوا يسمعون الوحي والقرآن يقولون كذب مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنزل عليه سورة من السور المكية كان عادته صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى المسجل الحرام ويجمع الناس ويلقي عليهم هذه السورة يتلو عليهم هذه السورة مثلا سورة يونس سورة هود السورة المكية كان يلقي عليهم بمجرد أن يفتح فمه المبارك ويريد أن يلقي عليهم يقولون كذاب 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 هذا ليس ديدا العقلاء الذي يعقل ويفعل أقله يصبر حتى تنتهي المقولة في البلاغة في كتب البلاغة قرأنا في الحوزة للمتكلمة أن يلحق بكلامه ما دام متكلما يجي واحد هنا يريد أن يطرح فكرة اقتراح شيء من أول ما يبدأ نقول ليه أسكت أسكت لا تحكي ما يصير للمتكلم يعني من حق المتكلم أن يلحق بكلامه ما دام متكلما لما انسكت بعدين احنا نفكر أنه هذا الاقتراح جميل محق باطل مفيد مضر هذا ديدا العقلاء في هذه الآية المباركة التي تلوناها البارحة يقول سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أصلا ما دا يفهمون شنو دا نقول ما أحاطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله بعد ما جاي آخر الكلام الاستدلالات والبراهين التي كان يطرعها القرآن على لسان رسول الله لم تتم تأويله ما جاي تأويله يعني عاقبته نتيجته ويمكن أن نقول تأويله يعني المعاد كذلك كذب الذين من قبلهم هاي شرحناها البارحة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ظالمين لمن لأنفسهم ولنسلهم وللأجيال للي تلحقهم يعني حقيقة هؤلاء الذين لم يقبلوا كلام رسول الله عليهم وزرهم ووزر من أتى بعدهم أيضا إلى هذا اليوم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يصيرون سبب لظلم الآخرين أيضا عاقبة الظالمين واضح شنو عاقبة الظالمين الدمار الهلاك الانهيار انهيار المجتمعات انهيار العوائل وهكذا خوب يا رسول الله لا تيئاس قاعدة التبليغ هكذا من يوم آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وإليك ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به يقسه المجتمع وإلى الآن نفس الشيء الآن المجتمع المجتمعات البشرية بعضهم مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين طبيعي هذا هذا الدليل على ما نعتقد نحن نعتقد أن الناس مخيرون وليسوا مجبورين يريد يؤمن أهلا وسهلا ما يؤمن ما علينا به علينا التكليف الشرعي التبليغ فقط الإجبار ماكو أصلا لا إكراهة في الدين ومنهم هذا النوع من التسدي أيضا للنبي يعني طيب خاطرك يا رسول الله ومنهم من يؤمن به يعني بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون مفسدون في الأرض لأن أعظم فساد هو الشرك بالله الشرك هو أعظم فساد في الأرض لأنه مفتاح كل رذيلة كل معصية كل ذنب هذا النوع من التهديد أيضا ربك أعلم بالمفسدين بالمفسدين الله يعرفهم ويعرف فسادهم ويعرف تخطيطاتهم الجهنمية خب أسأل الآن شا سوي يا رسول الله أتم الحجة عليهم وإن كذبوك هم كذبوه ما دام هؤلاء كذبوك وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتوا امشوا على الرذائل والمعاصي والشرك والكفر وأنا أمشي على طاعة الله سبحانه وتعالى أنتم مخيرين وأنا مخير أنا لا أتحمل ما يقول إليهم مجتمعكم المجتمع الجاهل حقيقة لولا بزوغ النبوة من طرف السماء على قلب رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لولا بزوغ شمس النبوة على قلب رسولنا المصطفى لكان إلى اليوم نحن في جهالة حقيقة نحن أطبعهم بعد الأجيال التي أتت بعد أولئك منهم نحن بعد سواء في الغرب أو الشرق حتى في أقاص الدنيا بزوغ شمس الهداية المحمدية صارت سببا في هداية البعض همزين شوفوا الآية وإن كذبوك فقل لي عملي أنا أتحمل عملي يعني ما أترك عملي ما أترك التوحيد ما أترك عبادة الله ولكم عملكم عملكم يعني نتيجة أعمالكم أنتوا اللي تخسرون مو أنا ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل أنتم تصرحون وتقولون أن هذا الرجل كاذب مجنون ساحر والعياذ بالله أنتم بريئون مما أعمل أنتم تتبرؤون من عملي وأنا بريئ مما تعملون أنا أيضا بريئ من أعمالكم وفسادكم ومعاصيكم أنا بريئ المجتمع البشري هكذا هذا أفضل شعار للمبلغين للدعاة لرجال الدين للمؤمنين والمؤمنات الذين يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى عليهم التبليغ عليهم البيان عليهم إتمام الحجة بعدين شيء يصير قسم يؤمنون وقسم لا يؤمنون هذا اختيار بعد الله جعلنا مختارين خب إهدانا ليش ما يقبلون في السل آية الآتية تبين لماذا هؤلاء لا يقبلون كلام الرسول كان كلام منطقي عقلي معاجزوية براهين عنده أدل عنده هذا من ناحية من ناحية ثانية هو الصادق الأمين أربعين سنة عايش بين قريش لم تصدر منه ولا معصية معصية قدامهم يعني والنبي معصوم يعني الشيء اللي يقولون هذا كاذب أو هذا مؤمين أماناتهم العجيبة أنا شفت بالتاريخ حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى يثرب الإمام أمير المؤمنين ليش بقى لعملين لهدفين بات على فراش رسول الله ليش أولا لإنقاذ حياة رسول الله فدى بنفسه في سبيل حياة رسول الله هذا واحد ثانيا لأداء الأمانات عجيب إلى ذلك الوقت المشركون عندما كانوا يريدون السفر يأتون بأماناتهم وذهبهم وحليهم وأموالهم يودعونها عند من عند رسول الله هم ضده ولكن يجعلونه أمينا يعني 13 سنة بعد البعثة الأمانات كانت بيد من بيد رسول الله عجيبة علي عليه السلام كان له صلوات الله عليه كان له مسؤوليتان بعد أن أنقذ حياة الرسول يؤدي هذه الأمانات إلى المشركين إلى أصحابها ثانيا يأخذ بيد البنات وحرم رسول الله يجيبهم أين إلى يثري والقضية معروفة عندكم هذا الدليل على أن الرسول تاريخه ناصع تاريخه نظيف والأشياء التي جايبها ما يقول من عندي من عند الله سبحانه وتعالى لا طالب منهم رئاسة لا طالب منهم أموال لا طالب منهم أي منصب فشن القصة ليش ما يسمعون ليش ما يقبلون الآن نفس الشيء الآن المبلغون يبلغون رجال الدين الأطقياء ينشرون الدعوة الإسلامية في أقاص الدنيا في بلادنا بعض الناس يقبلون بعض الناس ما يقبلون خوف هم أحرار بس ليش ما يقبلون هذا مهم في ذلك الوقت وهذا الوقت الآية التي نتلوها تبين وهذا ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الله أكبر من هذه الآية جدا عميقة وكل آيات القرآن عميقة الإنسان يستمع أو يسمع يسمع يعني شنو يعني في الصوت يجي من برا هو مشغول فكرة بالشيء آخر هذا يسمع يستمع شنو يستمع يعني ينصت و يستمع يركز في كلامك بكل دقة هذا استماع هذول بعضهم قالوا يسمعون أصلا ما يلتفتون إلى النبي خوف إذاك ما لهم شغل ما لني شغلوا يا رب القسم الآخر لا يستمع ولكن لا يقبل بعد أن الحق كان واضح ومنهم من يستمعون إليك فل يش ما يقبلون أفأنت تسمع الصم عجيب الصم جمع الأصم الأصم يعني اللي من يسمع حاسة السم رايحة من عنده حقيقة رايحة لا ما رايحة ليش لأن تكملة الآية شوف شنو ولو كانوا لا يعقلون أنا أستمع إلى شيء إلى فكرة مثل مثال واحد يجي هنا يطرح فكرة أنا لم أستمع إليه والفكرة حق مباطل بعض الناس يقبلون وبعض الناس لا يقبلون الذين يقبلون ليش يقبلون لأنهم فعلوا عقولهم فكأن السمع يعني حاسة السمع فعالة اللي من يقبل شنو أصم كأنه ما عنده حاسة السمع هو عندها عنده تمثيل هذا يا رسل الله أفأنت تسمع الصم يعني هل هل تقدر أن تسمع الصم ما تقدر لأن قانون وسنة الله أن الصم إن الأصم لا يسمع الأعمى لا يرى الذي فقد حاسة الشم لا يشم الذي فقد حاسة اللمس أكو ناس الشكل لا يلمس لا يستطيع أن يلمس الذي لا يستطيع أن يتذوق شايفين بعض المرضى يقول تطيع أفضل الأعطعمة أحلى الحلويات يقول شنو يذوق يقول ما التدبي كأن الحاسة الحاسة تفقد فعاليتها هذا ليس معنى حقيقة تنهي شكل هذا عند السمع حاسة السمع موجودة العقل ما يستعمله أفلا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون إذا هو ما يتعقل ما يفعل العقل سمع بعد ما يشتغض واضحة صغرمو ومنهم من يستمعون إليك يا رسول الله أفأنت تسمع الصم يعني هل تقدر أن تسمع من هو أصم ما عند حاسة السمع ولو كانوا لا يعقلون معنى ذلك أن كل الحواس الخمسة هذه الحواس الخمسة التي عندنا السامعة الباصرة الذائقة اللامسة الشام هذه الخمسة هذه لو لا تركيز المخ عليه يقولون هذه الآية في العلم الحديث ثبت هذا الشيء أنه أنا أنظر أي أنت انعكس الصور في نظري أنا أسمع أستمع يعني صدى الكلام ده يصل إلى أذني شلون يجي هذا بتركيز المخترها وإلا هذه آلة فقط السامع آلة حتى اللمس آلة وسيلة من الذي يحس المخ الإدراك هذا الذي يحس معناه ذلك أنه يجب أن نفعل عقولنا إذا ما فعلنا عقولنا وأدمغتنا لا حاسة الشم ولا حاسة البصر ولا حاسة السام ما يشتغل بعض ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون خب هذا السمع البصر كانوا يرون النبي يأتون إليه وينظرون إليه يستمعون وينظرون حاستين لأجل تلقي العلوم نقرأ الكتاب أو ننظر إلى الفيلم مثلا هذا بالنظر نسمع إلى الخطاب هذا بالسمع حاستين لأجل إدراك المعلومات ومنهم من ينظر إليك ولكن ما يشوفك شلون يصير واحد ينظر إلى شخص ما يشوفه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي العمي جمع الأعمى جمع الأعمى العمي أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون عجيبة هذه الآيتين عجيبة ينظرون إلى رسول الله بحاسة النظر بصر يستمعون إليه بحاسة السمع ولكن لا يعقلون لا يبصرون لا يسمعون يعني أنه بعنادهم ولجاجهم من الأول جايين حتى لا يستمعوا جايين حتى لا ينظروا أصلاً هو النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله بأدبه وخلقه وهيبته وجماله هو أصلاً هو داعي هو وسيلة الدعوة أخلاقه صفاته هيمنته على الحياة هذه كلها كانت صفات جلية في رسول الله يشوفونها بس ما يشوفونها يستمعون إليه بس ما يستمعون شنو؟ لأن القلب لا يريد أن يسمع هذا الدليل أيضاً على أن الناس مختارين كل هذه الآيات دليل على الاختيار نركز على هذا الشيء إذا فقدنا واحد من الأصدقاء كان رايح عند عالم من العلماء قال له فلان هش يكيل فلان هش يكيل فهذا يمكن مثلاً مو مقصر يعني كلمة قال له قال له عن الاختيار والراح اختيار وينه إنا مختارون خلقنا مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى وهذا الاختيار أفضل وسام وهدية من الله سبحانه وتعالى إلينا لنختبر أنفسنا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهيد العمية ولو كانوا لا يبصرون هذا النوع من التهكم أيضاً يعني النوع من الاستهزاء بهم أنهم يستمعون ولكن لا يعقلون يبصرون ينظرون مو يبصرون ينظرون ولكنهم لا يبصرون البصيرة من القلب البصيرة من الدماغ من الفكر من مركز الإدراك خب طيب هذا هل بفعل الله سبحانه وتعالى أم بفعل الناس رأساً يعطي قانون سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله أكبر من هذه الآية نتيجة كل أعمالنا بسببنا بظلمنا على أنفسنا وعلى الآخرين إن الله يعني حقيقة من دون شك الله لا يظلم الناس شيئاً أعطاهم السمع أعطاهم البصر أعطاهم الحواس الخمس أعطاهم التعقل أعطاهم الفكر أعطاهم الفطرة هذه هواية مهمة هذه الهدايا الربانية العلهية السماوية الله أعطانا إليها أعطانا الله إنها إحنا من نستفيد منها إحنا من نريد نستفيد منها فكيف نبعد هذا مو ظلم الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئاً شيئاً هذه كلمة عامة يعني ونى ذرة ظلم ما كو أفضل دليل لقضايا الآخرة هو قضية عدالة الله سبحانه وتعالى لو لا الآخرة ولو لا المعاد ولو لا الجنة والنار عدالة الله كانت تمحى بعدالة الله سبحانه وتعالى تقوم القيامة ولكن الناس أنفسهم أنفسهم يظلم الآن نروح إلى يوم القيامة ويوم يحشرهم الآن صارت القيامة قامت القيامة مليارات البشر نشروا وحشروا إلى يوم القيامة الله أكبر شنو من يوم مخيف ومهول يحشرهم يعني يجمعهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الله أكبر واحد من المفسرين يقول ما يريد يوم القيامة هل سيشكل نحن قبل ثلاثين سنة أكثر قبل أربعة وثلاثين سنة موش يكلم علي بدأنا هذا المجلس في هذه الدوانية الآن لو من تسألني أو أسألك يقول لك شو وقت كان كانه البارحة كان لم يلبثوا إلا ساعة خمسة وسبعين سنة من عمرنا مضى شقيد راح كانه ساعة ساعة يعني لحظات هناك لمن الله يحشرهم جميعا كل الناس الكفار المسلمين المؤمنين المشركين ويوم يحشر طبعا الخطاب حول المشركين ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا يعني يبقوا في الدنيا إلا ساعة من النهار ساعة يعني لحظات من النهار هناك يتعارفون بينهم يقول عجيب تذكر فلان يتذكر فلان الظالم يتذكر معاونه جلاوزته الجلاوزة يتعارفون على رئيسهم يتعارفون بينهم شنو يصير النتيجة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أولئك الذين كذبوا بالمعاد ويوم القيامة لقاء الله يعني لقاء ثوابه أو عقابه والله الله ما ينشاف لقاء الله يعني لقاء ثوابه أو عقابه هذول اللي كذبوا شنو صار خسروا الخسارة هناك تبين وما كانوا مهتدين يكفي هذه الليلة الآيات التي تلوناها تلخص لنا مغزى الحياة الدنيا الحياة الدنيا تمر وتغر وتضر لحظات بعدين ينتهي كل شي حقيقة إذا واحد شوي يفكر بعقلانية وموضوعية بينه وبين نفسه يشوف أنه هالضوضاء القائم في الحالم الآن بين الدول بين الحكومات بين الناس بين الأقرباء وأقربائهم بين التجار بين العلماء وهكذا هذا الضوضاء شيء حقيقة هافر ليش لأن كل شي ينتهي كلها تنتهي إلا الحق فإنه يبقى إلا العمل الصالح الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا نتيجة بحثنا في هذه الليلة أيضا هذا التوبة قبل الموت توبوا أيها الناس ما يقول المؤمنين الصالحين الكافرين كل الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا تشغلوا يعني يصيروا واحد مريض ما يقدر بعد يفقد عقله يفقد شعوره يفقد حواسه كثير من الناس نعرفهم كانوا يردون يسوون أعمال خير ما سووا إلى أن تعبوا بعصروا كهول وكبار السن بعد ما يقدر يسوي شيء أبدا وبادروا المبادرة يعني العجلة وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا يعني مشغول بنفسه بنزع روحه وأصلح الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا هناك قضايا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى من الحقوق الشرعية من عدم الصلاة ذاك اليوم واحد جايني أو يخابرني يقول أربعين سنة فلان مات ما مصلي ولم يصم شن سويس خير مصيبة يعني حسن بس الصلاة والصيام الغيمة التهمة الذنوب المعاصي أصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا تريدوا السعادة الإصلاح بينك وبين ربك وأكثر من الصدقة ترزق كثير من الناس يفكر إذا دفع شيء للفقير ينقص من مال لا بالعكس رزق يزيد هذا وعد من الله الصدقة تنمي الرزق وأكثر من الصدقة ترزق وأمروا بالمعروف تحصنوا تحصنوا يعني يصير عدكم مصونين من اختراق مجتمعاتكم الأمر بالمعروف وانهوا عن المنكر تنصروا النصرة تأتي من النهي عن المنكر يا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرا للموت الآن إذا واحد تسأل من الزرانج حسب تحبير البازار يقولون زرانج يعني كيس ذكي وائع يفتهم يقول اللي يربح بسرعة اللي يقضعك على الناس هذا كيس النبي يقول إن أكيسكم يعني أذكاكم أكثركم ذكرا للموت هذا كيس ليش إذا كان ذاك الآخرة تبقى والدنيا تفنى وإن أحزمكم جمع الحزم الحزم يعني القرار الذي يأخذه الإنسان بعقلانية أحسنكم استعدادا له يعني للموت ألا وإن من علامات العقل التجافي من دار الغرور يعني ترك الدنيا والإنابة يعني الرجوع إلى دار الخلود يعني الآخرة والتزود لسكن القبور ماذا زودنا لقبورنا ماذا قدمنا لقبورنا ماذا قدمنا لآخر رأي وين الزاد كل مسافر يحمله يا زاد في سفره شنو سواني لآخرتنا والتسود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور يوم النشر الأعظم عندما تقوم الناس من قبورها المليارات يحشرون ونشرون أنا عندي شنو يعني عندي استعداد لذاك اليوم التأهب ليوم النشور اللهم اجعلنا نفهم ونعقل ونتعقل هذه المواعظ النبوية الرشيدة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عواقبنا اللهم ارحم موتانا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يَا مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ